مواكبة للتطورات الحاصلة في ميدان العلوم والتكنولوجيات المتقدمة ومسايرة لمهن المستقبل في زمن الرقمنة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إنشاء مدرسة عليا لتكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة بسيد عبدالله بالعاصمة وينطلق التعليم بها مطلع العام المقبل هذا مشروع مدرسة عليا لصناعة وقيادة الطائرات المسيرة نحن بصدد إعداد هذا البرنامج من كل جوانبه وسيكون إضافة للتكنولوجيا الدقيقة ولتموقع الجزائر في التنمية الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الدولي إن شاء الله ستنطلق الدراسة به بعد الانتهام من كل الترتيب اللازمة لهذا الأمر في سبتمبر 2023 في سيد عبدالله إن شاء الله التعليم بهذه المدرسة يشمل جميع الجوانب بطائرات درون هوائية برية أو مائية وكذلك تعتني بكل الأحجام مختلفة لها الطائرات كانت الميكرو درون حتى لضع الطائر الكبير الهدف منها هو خلق مناخ مناخ بيئي الذي يسمح لطلبتنا وباحثينا من الإبداع في هذا المجال مدرسة عليا ستكون إضافة كبيرة للجزائر للمضي قدما ومسايرة التطورات الحاصلة في جميع المجالات باستخدام الرقمنا إنشاء مدرسة عليا للتكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كامل باداري الخميس مع أعضاء اللجنة المكلفة بإنشاء مدرسة عليا للتكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة وخصص الاجتماع وفق بيان الوزارة للبحث في وضع برامج تعليمية وتكوينية في ميدان تكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة وتحضير دفتر شروط وحصر الإمكانية والوسائل البشرية والمادية وكل الموارد الضرورية لإنطلاق هذه المدرسة في التكوين ابتداء من السنة الجامعية لمقبلة وأشار بيان الوزارة إلا أن هذه المدرسة ستحظى بقانون خاص والغاية من إنشاءها هو مسايرة التطورات الحاصلة في ميدان العلوم والتكنولوجيات المتقدمة وكذلك لمواكبة مهن المستقبل ترجمة نانسي قنقر